السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته حلقة اليوم هنتكلم على زراعة البرسيم بطريقة بداية بطريقة غير محترفة نتيكة ان صاحب المزرعة هو امكانياته متوضعة وبرضو عايز يعمل بقال التكاليف فاحنا مع العميل هنتفرق ونقول السلبيات ونقول الايجابيات زي ما احنا عرفناكم في الفكر بتاعي اللي انا دايما بقى عارة السلبية عشان تتعلم ايه هو الصح لو انا عادة يكيب لك الحلو 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 لا امتى هتحس بالطعم ولا ايه مع بعض بقى كده نتفرق ونشوف اول حاجة زي ما انتوا شايفين العمال كايبين صاحب الارض جاي بسباخ غير مكمور مليان بالمخلفات الحيوانية اللي بتكون مليانة بالبزور الحشيش العمال بتاخد بالشكاير وتوزع على سطح الارض السماد طبعا مفيش هنا حاجة اسمها البدار بتاع مكنة البدار عشان اوزع السماد بتاعي طبعا من ضمن الخطأ الاولاني هو وضع السباخ بدون عمل مكمورة ليه واحنا اتكلمنا في حلقات القناة عايزاي نعمل المكمورة وقلنا فوقتها ايه لكن دايما المزارع بيكون عنده بندين عامل له مشكلة البند الاولاني هو عتم توفير المبالغ المالية عشان يقتر يعمل المزارعة بتاعته صح فهو بيكون الفلوس وحاسم هو بيكتر يكون وياخد القرار في وقت الصعب او في وقت الزنق ان انا خلاص انا هزرع دلوقتي فيقول لك انا خلاص انا عايزة حط السباخ في حين ان احنا عندنا الكمبوست لكن في مصر بارتو عندنا مشكل في الغش التجاري في الكمبوست ان هما بيجيبوا تنطيف الترع وتنطيف المصارف لن اسود وخلاص ونحط ويا ما شركات كتيرا في مصر تقعد تعمل لنا تقول لك تحليل ومش تحليل وفي الاخر من لاقي بارتو بزور حشائش وبلاو كتير طلعة ونمتودة وكلام كتير من الاخر عدم المصدقية في العمل الزراعي بقى كتير عشان كده بقول لكم ارجوكم استعينوا بالمهندسين الزراعين المتخصصين انا بوفر لك انا سبت الامارات بعد حياة 15 سنة حياة كريمة في دولة الامارات العربية الشقيقة وانزلت بلدي عشان عايز ان انا اوفر المشورة بسلاسة عايز اخدم بلدي عايز انم بلدي من ناحي الزراعي عايز ازلل الصعاب لكل مزارع لكن ما فيه لحد يسمع لكن رغم هذا انا مستمر معاكم ها دي السباخ مرمي بالمنظر ده طب ده ينفع؟ لا السباخ لازم بعمله كامر طب انا انا هزرع الارض بتاعتي برسيم خلاص بجيب السباخ بتاعي في شهر ستة واعمله مكمورة زي ما انا شرحت في حلقات القناة وقاكي النهاردة في شهر عشرة افرته وحط بقى بالعمالة وحطه بمكان مش هيفرق معاي لكن علي ارتحتي من بزور الحشيش والبلو السودة افرت هنا في نماتودة افرت هنا في رجلة افرت هنا في صمة افرت هنا في بلو السودة طيب الحاجة التانية اللي هنشوفها ونتكلم عنها زي من انتو شايفين الارض صاحب الارض بيقول اللي هي معمولة لازر انا مع احترام الاخرين واحترام العملاء العمال بتفرت السمات هنقول ان العربية نحط للفدان الواحد نعود بعض بعضي كرة وركزوا معي فدان البرسيم هنزرعهم بتلت عربيات سباخ معمول لهم قمر يعني منتكلم في واحد وعشرين متر مكعب سباخ العربية بتيجي عندنا هنا بألف ومئتين جنيه في تلاتة بثلت تلاف وستمائة جنيه للفدان سباخ المفروض نعمله قمر او ان احنا نحط طن واحد من زبل الحمام انا قلت ايه او ركزوا معي قلت ايه او طن واحد من زبل الحمام الطن بيعمل تلاتة تلاف ومئتين او نحط عشرة طن كومبوست الطن بيعمل سبعمية خمسة وخمسين جنيه بعد التوصيل والنيلون وكلامته كله هنحط ايه او 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 طبعا لو احنا استعملنا الكمبوست اللي احنا بنحترين اللي احنا قلنا بيبقى ساعات بيبقى فيه مشاكل كتيرة يبقى كده الفدان هياخد بكم بسبعة الاف خمسمية وخمسين جنيه هنحط عشرة طن يبقى ارخص للمزرع ايه هنحط لامة زبل الحمام الطن او نحط تلات عربيات بتاعة السباخ اللي هي واحد وعشرين متر بعد كده هنحط للفدان الواحد ثمن شكاير سوبر فوسفات محبب الشكارة حسب بالمصنع سواء اسوان ابو زعبل النبرية النصر اي مكان المهمة عندي من تلتمية لربعمية كيلو سوبر فوسفات محبب ناعم ما ينفعل ان في بعض المفتيين اللي بيحبوا الافتاء يقولك حط ناعم مع الخدمة ايه الفرق بين الناعم والمحبب في السوبر ان المحبب بطيء الزوبان فبياخد مع المية مرة في مرة فبيدي ايه العنصر الفوسفور للكدور عشان تنبت اما الناعم مرة واحدة بيتخسل مع الطبقات وينزل خلاص بعد بيبقى الاسر المتبكي فيه بعد راية والتانية انتهى الامر فلازم نفرق بين دو ده لكن برطو بعض الناس اللي المفتية بتقولك استعمل النعم عشان ارخص طيب اعرفنا موضوع السوبر انحط بعد كده اكنين شكارة كبريت زراعي للفدان الواحد الشكارة بتعمل من 200 جنيه في ما فوق على حسب برطو المصنع على حسب المكان اللي انت بيتكيب منه المنتج يبقى كده احنا وصلنا للفدان كام 3600 ازباخ نقول من 1200 لك البزرة والتقاوي فانا بشايف اسعار كتير يعني في بداية الموسم كانت البزرة بتبتأ من 55 جنيه كيلو يعني الحلوة والنضيفة قوي بتبقى عاملة 65 و70 جنيه مرة واحدة وصلت لاسعار فلكية من قيمة اسبوعين ل180 جنيه في وزارة الزراعة والشركات الخاصة اللي اقول لك الامريكي والاسترالي وصل من 250 ل300 جنيه والمصر بتاعنا الحلوة اللي بيجي مزروع ومعمول له كسر زي ده كده كسر يعني وصل النهاردة ل125 جنيه في بعض الكرة الفرفر طيب الفدان بياخد قدي الفدان بياخد من 20 ل25 كيلو للفدان الواحد فلازم نحسب بقى انا عايزكم طبعا تتفرقها لحلقة النهاردة ومعاك ورق وقلم وتحسب عملنا السمات قدي ايه الخدمة ودلوقتي التقاوي من 20 ل25 كيلو وبعد كده نتكلم في امور اخرى واده شكل البزور ونطفاتها وحلواتها انا بقى بخاف من التقاوي اللي جاية من المستوردة ليه؟ بيبقى مديها سبغة المبيط الفطري او العقادين زي ما بيقولوا فبيبقى البزرة مش باين اللي بقى ايه شكلها نظيفة ولا وحشة ولا في ميت ولا في عايش شايفين البزرة دين ديفة ازاي وحلوة احنا عرفنا الفدان بيتكلف كام هنقول ان هو عندك بيتحط العربيات السباح عرفنا تمانها حطينا السوبر حطينا الكابريت حطينا الكابريت ودلوقتي منظر البرسيم كمان احنا ممكن نزرع على رشاشات زي ما انتو شايفين قدامكم الرشاشات اهي افضل بكتير من الرأي الغمر ليه بقى؟ هنتكلم في الموضوع ده في حلقة جاية ان شاء الله لكن احنا كده عرفنا تأسيس طبعا انيك نقول فدان بتاع شبكة الرأي بالرشاشات بيكلفنا الفدان الواحد تقريبا اه رشاشات بمواسيره بمصنعيته بكل كله في حدود من 10 تلاف ل 12 الف سعر اليوم اللي هو تاريخ 19 عشرة 2022 قبل كده كان رخيص من شهرين 3 اه غير الرأي الغمر فاتمنى تكون حلقة مفيدة عارفنا اساسيات عارفنا حاجات عارفنا بعض تركات وهنعمل حلقة نقول الفرق ما بين الرأي الغمر والرأي الرشاشات بالنسبة للبرسيم الحجازي تحياتي ليكم ولو في اي استفسار اي سؤال انا بحط دايما الرقم الواتس بتاعي مع كل عنوان حلقة بحيث ان احنا نسهل الامور عليكم وان احنا عايزين نزود من التوعية الزراعية بصورة مبسطة تحياتي ليكم جميعا ومع عارف السلام